وللوقوف أكثر على آخر تطورات الملف نووي الإيراني وسعي طهران لتطوير أسلحة دمار شامل بحسب تقارير استخباراتية ألمانية ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بشان الإيراني محمد المذحجي أهلا بك معنا سيد محمد تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام أهلا بك سيد محمد بحسب الصحيفة أمريكية فإن تقريرا للمخابرات الألمانية أكد سعي إيران لتطوير أسلحة دمار شامل ما هي الدوافع وراء هذا السعي برأيك؟ يعني إيران منذ فترات طويلة وعلى لسان مسؤوليها ومنهم على لسان أردشير لارجاني وهو شقيق رئيسي البرلمان والقضاء السابقين وأحد أهم صناع القرار في إيران كان قد قال بأن إيران هي أم القرى الإسلامية وهي بحاجة إلى قنبلة ذرية حتى تدافع عن الإسلام وقال أن النموذج الياباني إن لم تستطع إيران أن تصنع القنبلة ذرية أو تستحوذ عليها يجب على إيران أن تصل إلى مستوى من القدرات التقنية النووية كاليابان حيث تستطيع أن تصنع رأسا نوويا خلال 24 ساعة فهذه أصلا سياسة معلنة إيرانية حيث ترى بأنها بحاجة إلى قنبلة ذرية أو قدرات نووية ضاربة حتى تستطيع أن تمرر مشروعها التوسعي في المنطقة ما تسميه بالإمبراطورية الفارسية أو إحياء الإمبراطورية الفارسية هكذا تصفه طهران وطبعا لهذا المشروع هو مشروع قومي وآلان لديه صبغة مذهبية تقال أنها شيعية طبعا ليست شيعية هي صبغة صفهوية سنصفها بهذا التوصيف كي ينطبغ عليها والآن إيران تحب إدارة بايدن ترى أن الفرصة متاحة لها حيث تستطيع بدعم صيني تصل إلى تموحاتها بالحصول على الرؤوس النووية والأهم من ذلك صواريخ قادرة على حمل هذه الرؤوس إلى مسافات بعيدة هذا السعي الإيراني إذن لا يتلخص أو لا يقتصر على المراوغة الإيرانية لربما من أجل الحصول على مكاسب سياسية وتحسين المفاوضات وإنما ينبع من حرص إيران وسعيها الجاد للحصول على سلاح نووي نعم طبعا هذا هو جزء من الاستراتيجية الإيرانية والآن نرى أن الصين ترى أنها بحاجة إلى إيران قوية حتى تكون إيران بوابة الصين على منطقتين حساستين في العالم وفي المنطقة على وهما منطقة الخليج العربي وشرق بحر الأبيض المتوسط ما تسميه إيران بمحور المقاومة حتى تستطيع الصين أن تضع يدها على مصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي وكذلك مصادر الغاز الهائلة في منطقة شرق بحر الأبيض المتوسط من خلال العراق لبنان وسوريا الصين تستطيع الوصول إلى هذه المكامن الهائلة الغازية في شرق بحر الأبيض المتوسط التي تقدر ب120 تريليون قدم مكعب أي ضعفي الغاز الروسي التي روسيا تعتبر المصدر الأول للغاز في العالم بنسبة 40% من غاز العالم يعني أهمية منطقة شرق بحر الأبيض المتوسط نظرا للطاقة هي ضعفي أهمية روسيا فمن هذا المنطلق يمكن أن نفهم لماذا الصين بحاجة إلى إيران قوية وإيران قوية بحاجة إلى قنبلة ذرية كما المعلن هو على لسان المسؤولين الإيرانيين كاستراتيجية إيران للبعيد المدى وما تسميه إيران بأنها يجب أن تصبح أم القرى الإسلامية وهذا الاستراتيجية معلنة منشورة ومكتوبة على مراكز الأبحاث خاصة مراكز الأبحاث التابعة للبرلمان الإيراني وليس التحاليل أو قول هنا وقول هناك سلوك طهران هذا نعم سيد محمد هذا السلوك الإيراني إلى أي مدى يهدد أمن المنطقة وسيخلق لربما حالة من سباق تسلح لا يصبه بأي حال من الأحوال في مصلحة السلم الدولي يعني السلم الدولي هو شماعة ولا أكثر لأن هناك قوة في العالم منها ألمانيا منها الصين وإدارة بايدن تريد عدم الاستقرار في المنطقة ما تسميه بالفوضى ما يسمى بربيع العربي فوضى الخلاقة أنواع يعني مختلف التسميات لهذه وإيران لها دور في زعزعة الاستقرار في المنطقة ببساطة شديدة لا أريد أن أذهب إلى تحاليل معقدة إذا أرادت الصين أو أي دولة أخرى مثل ألمانيا التي لديها ذلك التأثير الكبير المباشر في المنطقة أن تتوسع في المنطقة عليها أن تضع المنطقة تحت الضغط حتى ترضخ دول المنطقة لتوسع جديد في المنطقة وغلقات الترتيبات التي الآن تعتبر عليها دول المنطقة أي تغيير في هذه الترتيبات والمعاهدات السياسية والأمنية والعسكرية يتطلب فوضى يتطلب عدم استقرار أي بمعنى آخر ما يسمى بالسلام الدولي هو ليس إلا شماعة يستخدم للتغطية على تحركات جهات تخدم مصالح من يدعي السلم الدولي نعم إذن محمد المذحجي المتخصص بيشان الإيراني كنت ضيفنا عبر اسكايب من لندن شكرا جزيلا لك